رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي تنشد البرلمان دعمها في خطتها الجديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي مطلع يونيون مقبلة ماي كانت قد عرضت الثلاثة مجموعة من إجراءة تسوية تهدف إلى الحصول على دعم النواب من حزب العمال المعارض تضمنت منح البرلمان فرصة التصويت على إجراء استفتاء ثاني على البريكسيت زعيم حزب العمال عبر عن رفضه دعم المشروع معتبرا أن ذلك بشكل أساسي هو إعادة سياغة لما تمت مناقشته سابقا وسبق أن قالت ماي إنها ستقدم استقالتها بعد فترة قصيرة من طرح الإجراءات التي اقترحتها على التصويت في مطلع الشهر المقبل مهما كانت النتيجة ورفض النواب البريطانيون ثلاث مرات الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بريكسل ما أدى إلى تأجيل موعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي من مارس إلى 12 أبريل ومن ثم إلى 31 أكتوبر الحكومة البريطانية تسعى للمصادقة على الاتفاق بحلول موعد بدء عوطة البرلمان الصيفية في العشرين من يوليوز المقبلة ما سيسمح لبريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة